بدوره قدم زعيم الطير الصدري مقتدى الصدر 12 أمراً اعتبرها ضرورية بشأن انتهاء المهام القتالية لقوة التحالف الدولي في العراق مع نهاية العام الحادي وقال الصدر في بيان له إن انتهاء المهام القتالية للقوات العسكرية الدولية يكون فعلياً مع توفر طلب قانوني رسمي يبعث إلى مجلس الأمن للموافقة عليه مع تحديد المقرات وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها إلى الجيش العراقي حصراً إضافة إلى تحديد المهام بلائحة يجب التزامها وعدم الإخلال بها كما شدد الصدر على تحديد أعداد الأفراد الموجودين في الأراضي العراقية إضافة إلى تحركات الأفراد الباقين وفق القوانين العراقية الدبلوماسية المعمول بها